اهلا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير الفقرة الحوارية الأولى مع ناقد كبير ناقد الرياضي المتميز لأستاذ محمد القوسي عن بعض الملفات طبعا أهمها ملف النادي الأهلي ملف الأفريقي والمشوار الأفريقي ان شاء الله يوم التلاتة مباراة قوية جدا أمام بيتا كلب رؤيته الفنية وجهت نظره كمان في تخطي الصعاب اللي يمكن شفناها من خلال التأرير لزميلنا كريم أحمد فيه الكنغو كمان ملف الدوري الدوري مشتعل الدوري المصري يعني أعتقد نسخة نسخة رائعة من الدوري المصري خلال الموسم الحالي كل دي ملفات حنبدأها ونقشة مع ناقد المتميز الأستاذ محمد القوسي والأستاذ محمد بنرحب بحضرتك أهلا بحضرتك كابتن نهاني تحياتي لحياتك والكل مشاهديك ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا بحضرتك الملف الأهم خلينا نتكلم على مباراة النادي الأهلي وفيتا كلاب إن شاء الله يوم التلات الأول حسألك شفت التصريح أو كلام الكابتن سامي أمصاني إزاي عن المباراة كمان عايز نتكلم على الصعوبات نتكلم على أجواء مختلفة أجواء صعبة جدا لكن كل دوت في حتة وأهمية المباراة والفوز بهذه المباراة أعتقد في حتة تانية خالص يعني يعني أعتقد كلام الكابتن سامي كلام مستر مرسماني كلام الكابتن الخطيب كله بيصب فيه التعادل اللي كان هنا في قهرة ووضع الأهلي في موقف صعب وعلى الأهلي أن تتجاوز هذا الموقف يعني يعني أنت عملت عودة فانت لازم تحلها تحتاج ظرف الظروف لذلك عجبنا قوي أنك ترفع شعار مفيش أعذار هنتكلم على كل الأعذار ونتكلم على الظروف والحر والرطوبة والترتاني اللي ما تغيرش من 9 سنين وكل وأنه هو قصد أنه هو يلعبني في التوقيت ده بدل ملعب الساعة 9 بليه رغم أن الملعب مضاع أو ألعب ليلا كل ده أنا خلاص أنا وهم دلوقتي يحنا نكون يا هما يكون أكون أو لا أكون في هذه المباراة ده الشعار اللي لابد أن يرفعه النادي الأهلي أعتقد لعبة النادي الأهلي تدرك هذا جيدا وكثيرا ما تحطط لعبة النادي الأهلي في مواقف صعبة وكانت عند حسن ظن جمهورة يعني هما يعلمون جدا أن جمهور أهلي بينتظرهم بشكل كبير جدا في هذه المباراة نحن نعلم الضغوط الكبيرة اللي عليهم نعلم الإجهاد الكبير اللي هما رايحين به من موسم طويل وسبع بطولات في أربع شهور لعبوا فيها وشاركوا فيها وإنك مطالب إنك تكسب كل المباراة اللي تكونوا فيها كل ده مقدر ومعروف لكن ده في النهاية قدرك إنك أنت النادي الأهلي ما لكش حل إنك بتكسب كل المباراة إنك عايز تخلص في كل الأوقات التعليمات واضحة كده ومشددة يمكن كان تعجبني كلمة الكابتن محوان خطيب إلعب بشخصية النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي اللي بتلعب بروحك بتقاتل بتكافع يعني بتبزل أقصى جوتك عشان تحقق هدفك أنت شايف هدفك قدامك فأنت بتصير في طريقة عشان تحقق الهدف هدف النادي الأهلي إنه يوصل للدر بالنهاية بأي شكل من أشكالي لابد أن تتجاوز هذه المباراة يعني أنا شايف يعني ممكن أي شيء يحصل إلا أنك تخسر هذه المباراة لأن لقدر الله أي نتيجة غير المكتب بالنسبة النادي الأهلي أو التعادل ممكن أن تحطك بوضع صعب جدا فأعتقد النادي الأهلي تدرك هذا جيدا الجهاز الفاني يدرك هذا جيدا إن شاء الله يقدروا يتخطوا هذه العقبة الصعبة العقبة المهمة العقبة الحظ السيء فقط هو اللي حطك فيها أنت لو كنت كسبت المباراة القاهرة اللي جالك فيها من 15 إلى 20 فرصة منهم 10 فرص شبه أهداف محققة كنت ممكن تسجلها لكن في النهاية إحنا لابد أن نتعامل مع واقع لابد أن نتعامل على الأرض الواقع اللي إحنا عايشين دلوقتي إن النادي أهلي لابد أن يخرج بنتيجة إيجابية إن شاء الله من هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر